العزم كمية متجهة أي له مقدار واتجاه العزم ورمزه تاو يساوي حاصل ضرب المسافة القطرية من محور الدوران ورمزها R والقوة الدورانية المبذولة ورمزها F ولا تنس وضع السهم لأنهما كميتان متجهتان إذا افترضتم أن هذا عقرب الساعة لذا فطرفه مثبت من هنا ويدور حول المحور وكانت هذه المسافة من المحور تساوي عشرة أمتار هذا المتجه R ومقداره عشرة من هذه المسافة أثرت القوة F بهذا الاتجاه هذه هي القوة F وهي كمية متجهة أيضا مقدارها الجذر التربيعي للثلاثة نيوتن لاحظوا أن القوة تؤثر على عقرب الساعة بزاوية قياسها π على ثلاثة راديان رد أو ستون درجة هذه الزاوية ورمزها ثيتا بناء على هذه المعطيات ما مقدار العزم أو عزم الدوران أو ما مقدار العزم الذي تبذله هذه القوة تعلمتم من الدروس السابقة أن العزم لن يساوي حاصل ضرب القوة بالمسافة لأن القوة تؤثر بزاوية وهذا يعني أن جزء من القوة فقط يدفع العقرب إلى الدوران وهو مركبة القوة المتعامدة على ذراع الدوران أو ذراع العزم لذا يجب تحليل القوة إلى مركباتها مركبة هذه القوة العمودية على هذه الذراع هي هذا السهم هنا كما يمكنكم رسمها من نهاية متجه القوة هنا انظروا هذا السهم متعامد على الذراع الدوران أما المركبة الأفقية الموازية للذراع فلا تسبب الدوران لذا تجاهلوها هذه المركبة التي تهمكم هنا فما مقدارها؟ لتوضيح ذلك أكثر انظروا إلى هذا المثلث هنا الوتر هو القوة المتجهة F ويساوي الجذر التربيعي للثلاثة وهذه ثيتا وتساوي باي على ثلاثة راديان ولأن المركبة متعامدة على الذراع فهذه زاوية قائمة كم يبلغ طول هذا الضلع؟ بما أن هذا مثلث قائم الزاوية وزواياه هي ثلاثون وستون وتسعون من حساب المثلثات يساوي الجذر التربيعي للثلاثة في ساين الزاوية باي على ثلاثة أو ساين الزاوية الستون ويكتب ساين باي على ثلاثة هذا الجذر التربيعي للثلاثة ضرب ساين باي على ثلاثة ويساوي الجذر التربيعي لثلاثة على اثنان الجذر التربيعي لثلاثة في الجذر التربيعي لثلاثة يساوي ثلاثة لذا الناتج النهائي ثلاثة على اثنان إذن المركبة العمودية لمتجه القوة تساوي ثلاثة على اثنان نيوتن يمكنكم الآن حساب العزم مقدار العزم ويشار إليه بوضع العزم تاو بين خطين مستقيمين ولا تنسوا أنه متجه أو بالأحرى شبه متجه يساوي القوة ومقدارها ثلاثة على اثنان نيوتن ضرب المسافة لاحظوا أن المركبة العمودية مرسوما هنا لكن القوة تؤثر عند هذه النقطة هذا السهم هنا هو المركبة العمودية للقوة المتجهة ومقدارها ثلاثة على اثنان نيوتن لذا فالمسافة عشرة أمتار هذه ضرب عشرة أمتار ويساوي خمسة عشر نيوتن متر هذا مقدار العزم ولكن ماذا عن اتجاه العزم؟ يمكنكم تحديد الاتجاه باستخدام الضرب الاتجاهي هذا فعند ضرب هذين المتجهين معاً تحصلون على مقدار المتجه R ضرب مقدار المتجه F ضرب ساين ثيتا أي أصغر زاوية بين المتجهين ضرب المتجه المتعامد على كليهما ويرمز له بالحرف N هذه كميات قياسية لا تحدد الاتجاه لذا يستخدم متجه الوحدة لتحديد الاتجاه ومتجه الوحدة هو متجه مقداره واحد يشير إلى اتجاه ما لاحظوا أن هذا الجزء هنا هو مقدار العزم الذي حسبناه قبل قليل فمقدار متجه القوة ضرب ساين ثيتا هو مقدار المركبة العمودية على الذراع وعند ضربه بR تجدون أن مقدار العزم يساوي 15 نيوتن متر واتجاهه هو متجه الوحدة N لاحظوا أن هذا المتجه عمودي على R هنا وعمودي على F يبدو متجه الوحدة بالأبعاد الثلاثية وكأنه يخرج من اللوح أو يتجه نحو اللوح لتحديد إن كان يتجه نحوكم أي إلى الخارج أو يتجه نحو اللوح أي إلى الداخل استخدموا قاعدة اليد اليمنى في قاعدة اليد اليمنى يشير إصبع السباب إلى R والأوسط إلى F أما الإبهام فيشير إلى اتجاه ناتج الضرب الاتجاهي سيكون الأمر أوضح بالرسم هذه إصبع السبابة ويمثل R ولا تنسوا أن القاعدة تسمى قاعدة اليد اليمنى فإذا استخدمتم اليد اليسرى سيكون الاتجاه معاكساً وهذا الإصبع الأوسط في اتجاه F في هذه الحالة سيكون الإبهام يتجه نحوكم كأنه يخرج من اللوح وباقي الأصابع مثنية لذا فمتجه الوحدة N باتجاه الخارج ويشار إلى ذلك بدائرة في داخلها نقطة بهذه الطريقة يمكن حساب العزم باستخدام ضرب المتجهات